موسيقى موسيقى كل أخبار ديكور أهلاً وسهلاً صباحكم مهندس خالف سمعنا طبعاً أهلاً وسهلاً بيكو صباح الورد موسيقى صباحكم جميعاً صباحاً خير شكراً نورتانا حالك سمعنا طبعاً بنتكلم عن الحلول والبدائل الذكية اللي موجودة دلوقتي إن أنا أقدر أستفيد من الإمكانيات اللي عندي في البيت مثلاً على سبيل مثال كست أو ربة منزل إنه أنا ممكن تفضل كل حاجة عندي بقيت مثلاً القهوة برطمعنا القهوة أو علبة القهوة بدل مرميه أنا ممكن أستفيد منه وأعمل بيه حلول ذكية قد إيه الموضوع ده مهم بالذات كمان النتيكتو أو يعني اللي هو المجتمع بشكل عام قده هيتأثر بيه إنه ما يكونش فيه ضرر بيكون فيه قعدة تدوير بدل ما قرمي البلاستيك ده في الشارع أو أضر بيه شيء تاني لا أنا استخدمه في منزلي صح التكنولوجيا الجديدة ما شاء الله يعني صار فيه حلول كثيرة للتصاميم فيه ناس كثير عندها حب تغيير للتصميم أو ناس مقبلة أنه تسوي بيتها بتصميم معين فالإنترنت وسيلة سهلة لناس تفتح صور وتشوف تصاميم معينة تعجب هاي التصاميم وعندها استفسارات كثيرة أنه هاي التصاميم هل أنا بميزانيتي أو بإمكانياتي أقدر لنفذها على الواقع فالحلول الجديدة والتكنولوجيا الجديدة كلها وفرت هذا الشيء وفيه تطور كبير قاعد يصير في موضوع مواد الديكور ومواد البناء أكيد يعني خالد اليوم نحنا لقينا في ناس بيوتهم ما شاء الله أحسن من فنادق سبين ستار أي بمعنى دخول التكنولوجيا يعني أنا روح تشوف شركات بصميم البيت طريقة ذكية على طول شغلك اللايت هذه من القديم الزمان على فكرة أنا أتكلم لك الآن من العصر الحجري من التكنولوجيا لكن اليوم فعلا لقناها موجودة ولكن أضافوا أشياء جديدة عليها موضوع الإضافات وشو أنواع التقنيات المستخدمة موضوع السمارت هذا الشيء أساسي أصبح بكل بيت بس موضوع الديكور اللي هي ديكورات الجدارية أو الأرضيات والأسقف صار في مواد بديلة صار في بقايا مواد مثلا بقايا الزجاج صار يسويها معالجة معينة طلعنا ديكور بطبعة معينة هاي تركيبها سهل وعازلة ومطابقة لجميع المواصفات وأسعارها بمتناول الجميع يعني إحنا ما رح نلتزم مثل التصاميم أو المواد البناء اللي كانت قبل عشرين سنة كنا ملزومين في مواد بناء معينة ومواد ديكور معينة التكنولوجيا تغيرت كل شي تغير وفي تطوير صحيح بالله خاصة الواحد إذا رجأ إلى الديكور ما نقول عنه التاريخي الكلاستيك أكثر تلقى مراتنا نقدر ندخل في أشياء أكترونية كنا نتبشع المكان أكثر أنا حسرت التكنولوجيا أنقذت هذا الشيء أنا أقدر أخبي التلفزيون بطريقة معينة تكون داخل الكبد مثلا بريموت تطلع التلفزيون بوقت الحاجة لنا أبواه ونفس وقت ما يأثر على الديكور الموجود صح بالضبط بالنسبة لموضوع السمارت هذا موضوع منتهي مننا هناك حلول جدا وصلت لها حتى موضوع التلفزيون صار في ميرور تيفي ديكور مراية في الجدار وعليها فريم معين وهي بالأساس مراية وقتا نحب أن نشغلها تكون تيفي بس هناك ناس المقبلة هي تسوي ديكور بيتها وعندها استفسارات كثيرة وعندها تحدي بهذا الموضوع اللي هو قاعد يبني بيتها وحاب يسوي ديكور معين هنا ننصحها يستشير بشركة التصميم اللي هي تسوي له التصميم تنصحها في اختيار المواد تساعدها في اختيار المواد ضمن إمكانياته مهندس التصميم أو الديزاينر المصمم لما يصمم التصميم هذا يوخف بالاعتبار إمكانيات هذا العميل صحيح أنه فيه بجت معينة ما نستخدم مواد غالية أو مواد مش متوفرة في السوق أو مواد تحتاج تفصيل حتى تحتاج قط معين وأشياء معينة السوق إن شاء الله الأرضيات صار فيه أرضيات بورسلام بإحاءات معينة مشابهة للرخام الأونكس الطبيعي الأونكس من المواد الغالية صار فيه مواد شبيهة إله اللي هو الأكريليك اللي هو الأونكس الصناعي صحيح فالتكنولوجيا جداً ساعدت الموضوع مش بس المواد أستاذ خالد بعض الأحيان ما بروح رايحة على السوق مثلاً أو أصحابي عايزة أشتري حاجة فبقى فيقول للراجل هو ده بكام يقول لي دي مثلاً بدرهم تاب والتانية دي بكام دي بعشرة قلوا طب ما زيها هوا يا عمي هما الاثنين وواحد يقول لي لا دي هند ميد دي معمولة يدوياً دي معمولة مخصوص ده شخص قاعد ضيع يوم كامل وعملها إيه اللي بيفرق في الديكور أو في الشكل بالضبط هاي كمان من الفرقات الجداً اللي هي بتوفر الأموال اللي هي الشي اللي بيحتاج تفصيل أو كاستام ميد أو هند ميد ديكوريتف معين رسمة معينة ممكن نلجأ لشي موجود مقارب إلي في السوق هاي هون تحدي بالنسبة إنا إحنا كشركة تصميم كمصممين كمنفذين ديكور إنه نساعد العميل قدر المستطاع نسوي نفس الكنسب بس بأشياء مقاربة ممكن فرقات بسيطة 5 بالمئة 2 بالمئة بس فيه توفير راح يكون كبير في الأموال يعني فعلاً يعني أنا صراحة بشوف الناس اللي عندهم بناء جديد لمنزلهم ففكر حاله راح مثلاً يوفر للأسف بيقولك أنا في الإمارة الفلانية مصنع الطابوق بيبيعني مثلاً طابوقة أو الحجر الواحد بسعر كذا وهنا بيبيعون مثلاً دبل مثلاً فيروح كله وراح تعب وراح مخاسير جهد ووقت وفلوس راح أحياناً في حسبات تكون خاطئة خالد أيضاً من جانب آخر شفت بما أنك تكلمت عن الأرضيات الأرضيات اللي بيصبوها بيصب المواد صب عليها لما تنشف ويحطوا فيها ورود يحطوا لك ممكن يحط لك صورتك مثلاً بالضبط ويعمل لك شكل جديد أنا خبرتي بسيطة طبعاً ولكن ما عارف اسم المواد هذه فيارت تشرع لنا على هذه التقنية هذه التقنية الجديدة اللي هي تقنية مثل الطباعة هي راح تكون بس في مواد أصبع بالنهاية نحن أحياناً ننصح في مواد تكنولوجيا جديدة أو أشياء ننصح أن نستخدمها وتكون عملية جداً وتوفر الأموال بس التقنية هذه بعدها قيدة تطوير يعني ما أثبتت جدارتها على الواقع وعلى حسب أماكن استخدامها ترى وين هاي راح نستخدمها في مدخل البيت ما راح تكون مناسبة في غرف معينة في ممرات معينة نحن ننصح العمين وين نستخدمها صحيح بحيث أنه ما تأثر على هي على الوقت ولا على الجهد ولا على الأموال ولا على أي شيء ممكن هو يضر في التصميم اللي يمسوها صحيح خلينا أقول لك حاجة خان مهند و أكتر حدي فينا بيحب الديكور وعلى طول عنده معلومات عن الديكور وعلى السوشيال ميديا بتاعته وعلى طول فيه ديكورات والكلام ده كل أي مستقبل الشخص اللي عنده الشغف الكامل بالديكور أنت كخبير في الموضوع ومرهب بالتجربة بتنصحه أنه يعمل أي تأمنين يوصل إزاي لحلمه أو يحقق هدفه العناصر الأساسية العناصر الأساسية في تصميم مكان معين بنوخض عناصر أساسية تساعدنا تحديث التصميم أو تغيير مثلا الإكسسوارات تغيير ألوان المخدات تغيير ومو تغيير جدري نحن نجد الأساسي مناسب الألوان اللي هي تناسب الأصفر الجريم مثلا والأفوايت والألوان الهادية هي مناسبة بعدين ندخل ألوان قوية مثل الأصفر أو تركواز أو تيفاني فنجد الأشياء الخفيفة تغيير والأشياء الأساسية تكون ثابتة بمكانه يا توسود لازم تضيف أنت لمستك الخاصة بالضبط لكن لا تشعر أن المرات الواحدة تحب تستميل مشروع كامل أو نص المشروع تشعر بعدها يخفف من الإبكانية مثلا الآن بسوي فيلا أنا المهم أن أستشير المصمم الديكور هو نفسه يعتبر شيء أساسي للمصمم مهم جدا من البداية أهم أن أنت ما تكمل من رأسك وتروح تتورط في السوق وتشتري مواد وانت ما عارف حالك شو المواد اللي اخترتك نحن خبرتنا نصمم فلال وقصور في كل الإمارات فنحن خبرتنا نساعد العمين نواجهها على الطريق الصحيح نسوي له تصميم مناسب لميزانيته والاستالي اللي هو يحبه كلاسيك نيو كلاسيك مودرين فمن البداية يكون موضوع أسهل حتى ندرس لموضوع توزيع الأثاث يأثر واحد صحيح موضوع توزيع الأثاث جدا مهم كم سوف نحتاج في هذا المكان طاولة الطعام ممكن شو نضيف بها نحن فقط طاولة فقط ولا ممكن ننضيف أماكن نساعد ننضيف أكسسوارات معينة هذه اللمسات وهذه الفروقات هذا كل شيء يكمل صدقا لو أستلم مشروع مفروض استلمها كامل هناك ناس يخذوا فيلا لسووا الديكور الجبسون بود لسووا كل شيء رتش لسووا شيء ثقيل ايه الكاستمر هو نفسي يقول خاص ووقف شغل تخلصي الديكور أنا أشتغل على الأثاث وتحسس فارق كبير بين الديكور الموجود وبين الأثاث اللي موجود فيه وائد ناس قاعد يطيحون في هذه المشكلة كيف ديكنا نساعدهم؟ نحن ننصح أنه اختيار الأثاث والسجاد والستائر والإضاءات يمكمل من نفس الديزاينر أو المصمم اللي يصمم للتصميم طبعا ما أدري إذا في مصممين يصممون الديكور ويخلون الأثاث نحن نصمم كل شيء كامل يعني حتى في الأكسسوارات نشوف أماكن توزيع الأكسسوارات نحن ننصح اختيار الأثاث والأقمشة والخامات يكون من نفس المصمم نحن ننصحها أو بشرطة نصيحتها أو نصيحتها أو نصيحتها لا يمكنك أن يدفع الديكور ونفس الوقت تصميم الأثاث بالعكس أسألك من السؤال ماذا يناسب هذا الشيء أو يعطيك نصيحتها على الموضوع خط نفسها مثلا أو هذه النوع من القماشات يناسب أكثر يصير دمج حلول بين الأثاث بالضبط يصير دمج حلول نحن نقسم الميزانية بشكل عام لثلاث أقسام قسم البناء وقسم التنفيذ الديكور كامل وقسم المفروشات والأثاث والستائر والإضاءات لذلك نحن لا نخرج من الميزانيات المعينة صح أحد من غير التصميم سأجلب شركة الديكور وقسم الديكور وكلفها هذا المبلغ إمكانياتها لا تسمح له هو يجلب أثاث مناسب لهذا الديكور يفعل شيء مختلف عن الفكرة أو الفكرة خالد ثواني بس مهند نحن في الحلقة والله العظيم ماشاء الله انت مسترمت ماشاء الله عليك عندنا حب وشغف لله على الديكور وأنا مبسوطة جدا معلش يا جماعة عندنا خبير ديكور نتشرف ونفتخر بي أستاذ خالد كنت عايزة أتكلم معك في موضوع تاني برضو يخص الديكور على السوشال ميديا قد ايه المهمة دلوقتي انه احنا يعني ساعدتنا بشكل كبير جدا ان انا ادخل علي حسابات مختصة فقط بالديكور ان انا ممكن مثلا زماء المهند يكون بابني فيلا أو شخص مقبل على الزواج يدخل على السوشال ميديا يختار كل ديكور بيته وأساس بيته بس بيبعث لك الصور وحدك بتبقى مول زم بالتصميم قد ايه بتساعدك كمان السوشال ميديا بتساعدنا المواضيع اختيار التصاميم ممكن هو يختار تصميم ما يكون مناسب للتوزيع اللي عنده فنحن نأخذ بشكل عام الالوان الموجودة الديكورات الموجودة ممكن احنا الديكور اللي يختار يكون فيه مرايات كثير ممكن هي الضر المكان اللي عنده و المساحة اللي عنده ممكن احنا نأخذ بعين الاعتبار السوشال ميديا سهلت للديزاينر العميل يختار السايلات او الاشياء اللي هو حابها والديزاينر والمصمم شركة تصميم متطبق لياه على حسب الموجود عنده في البيت صحيح خالد فيه مشكلة كبيرة جدا بيعاني منها كل كل حدا موجود بالعالم لما بيتأجر شقة او ببيته او بمكان معين او حتى ديكور مكتبه بالعمل العواميد ايش حالها نقص العمود ولا شو نعمل صعب هاي اساسات بناء ما صعب يعني مو صعب هاي مرتكز عليها البناء فاحنا هون دورنا كمصممين كديزاينر حسب خبرتنا شو الكونسابت هي كلاسيك ممكن احنا نسوي العمود بشكل رخامي رخامي ممكن يكلفنا كنا نسوي على شكل رخامي ففي ديكورات خاصة في الاشياء هاي تكمن نفس الكونسابت اللي احنا نسوينا في المساعد خالد بما انا من شوي اذكرنا موضوع سوشيال ميديا حب اذكر متابعينا ان هما يتابعونا على سوشيال ميديا فيسبوك فوجيرات تي في والانستجرام فوجيرات تي في وكمان يتابعونا على اليوتيوب ويحضروا اللايف كل يوم على الفيسبوك مهانس خالد مصطفى نورتنا وشرفتنا وشكرا على المعلومات القيمة اللي انت قلتها ونتمنى ان كل الناس تبعونا ديكور حلو ان شاء الله نتمنى التوفيق للجميع شكرا جزيرة يلا